موسيقى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصعبه صلاةً تتوارى وتدوم فلا يبلغ تنهها أما بعد فيا أيها الناس اغتجموا أو حتى يقفر عن سعة فضائلها الجو والفضاء ولا تعرضوا عنها فالمحروم من كان عنها معرضا فإن شهركم هذا هو له فضل عظيم عند الله وشام وهو أرضى بشهور كلها لسوم بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام أرضى بشهور كلها لسوم بعد رمضان صار الله المحرم فلهذا صحب مزيد ليست لغيرها من سهور ولا سيما يوم عاشراء العظيم المشهور فإنه مسهور بالخيرات والفضائم مسهور عند الأوائل ولا وعند الأواخل والأوائل وهو حقيق بأي عظم ووثان ويحصن فيه إلى المساكين والعيتان ويتصدق فيه بما تيسر من لباس وتعام الحمد لله الذي أنعم علينا بإحسانه وحبنا بمزيد فضله وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فيا عباد الله تذكروا بآيات الله واتعذوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وعلى سنته حافظوا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم صيام يوم فضله فضله الله على غيره وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله الله على غيره وعن من عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لإن بقيت إلى قابل لأسو من التاشع وقيل أراد أن يسوم العاصر والتاشع ولهذا استحب علماؤنا أن يصام اليومان معنا وقال إذن من أوسع على أياله وأياله يوم عاشورا أوسع الله عليه جميع سنته وقال أبو بتم بن العربي رضي الله عنه أما النفقت يوم عاشورا والتوسعة فيه فمأثورة بالاتفاق نفعني الله وإياكم بالقرآن النبي وبحديث نبيه الثادق لامين يغبر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين